أنا بجد حسيت لا ده إحنا مش ملحقين يعني مش ملحقين على الأخبار أخبار السريعة السريعة جداً كل كل ثلاث دقائق ده الولادة خلاص يعني نخدش كشك الولادة بقى خلاص فأنا بالأمانة يعني اتخضيت إحنا بنتكلم دكتور ميلة عن موضوع الساعة وهذه الساعة لنستيقظ من النوم خليني إذا بعد إذنك أبتدأ مع دكتورة أليس يعني هذا موضوع مهم في غاية الأهمية شو رأيك؟ الأحداث الأخيرة يعني فعلاً تخلي الواحد لازم يلتفت لازم يصحب بس كل واحد سحب طريقته يعني لكن أنا فاكرة أن أول ما بدأ الحرب روسيا وأوكرانيا كل العالم تشدوا كل العالم لسه ما الحقناش نستوعب لقينا زلزال تركيا لسه بنعيط على أطفال تركيا والناس لتحت الركام لقينا مغرب أخواتنا في المغرب تحت الركام أيضا الليبيا أنا روحت لليبيا الليبيا كلها صحرة مفاش مية الناس تموت من المية في الليبيا ولسه ما يعني ما رفعناش رأسنا ولقينا غزة والحرب والأطفال لا يمكن ده يكون حصل عادي اللي غرى بعضه ده يعني إحنا كستات نعرف أن الولادة خلاص قربت لما البينز بتاع الولادة بعد ما كانت كل ساعة تبقى نص تبقى كل خمس دقائق كل ثلاث دقائق فافتكرت تشبيه سيد المسيح لما قال هيكون كالمخاض للولدة معاد ما جيئه وإن نهاية الأحداث أنا بجد حسيت لا ده إحنا مش ملحقين يعني مش ملحقين على الأخبار أخبار السريعة السريعة جدا كل كل ثلاث دقائق ده الولادة خلاص يعني خدش كشك الولادة بقى خلاص فأنا بالأمانة يعني اتخضيت وحسيت إيه ده إحنا مش في أيام عادية دي أيام عايز الواحد يقوم ويصحصح ويقلق على الأبدية والمستقبل وعلى أخواته اللي لسه مش متطمنين على أبديتهم فالأحداث دي يعني وبعدين السرعة إنه واحد يبقى عايش ونايم تحت سقف يصبح الصبح يلاقي نفسه بينام في الشارع من غير سقف سواء في السودان ولا في غزة غزة نص سكان غزة يعني بدون سقف إيه ده الناس كان ليها بيوت وكان ليها عيشة صح تلاقي روحها مش لاقي تاكل مش لاقي تشرب مش لاقي قربة هو إيه ده اللي في يوم وليلة يحصل يعني ده وأطفال ألاف الأطفال ومش مكان ولا تنين قد إيه مواجرين قد إيه نزحين قد إيه لاجئين يعني إحنا مصر واخدى تسعة مليون لاجئين يعني مش معقول وكل البلاد مش عارفة تروح فين باللاجئين فشيء مش عادي وأوقات الواحد يقول لأ الموضوع بعيد لأ مش بعيد مش عارفة مش عارفة فعلا يعني أي حد في اللي حصل له كده كان بنسباله الموضوع بعيد مش بتوع إكرانيا قرجوا إحنا بعيد صباح اللي في غزة هم كمان اللي في المغرب هم فالموضوع بجد أعايز نوبة صحيان نصحة وننتبه لأن دي مش أيام عادية اشتركوا في القناة